وإلى الأوضاع في تونس حيث لا تذال الخلافات والانقسامات داخل حركة النهضة الإخوانية في تونس مهيمنة على المشهد وفي خطوة تكشف وحجم الانقسام داخل الحركة حول تعطيها مع الوضع السياسي الجديد أعلنت قيادات من النهضة انسحابها من مجلس الشورى وبعدم اعترافها بقراراته احتجاجا على مخرجات الاجتماع هذا وأكد عدد من قيادات الحركة عبل انسحاب من الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الحركة مؤكدين عدم تحملهم لمسؤولية أي قرار يصدر منها نتيجة السياسة أو ما وصفوها بالهروب إلى الأمام وبعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد يتي ذلك غدا تحذير الرئيسة التونسية قيس سعيد من أي محاولة للمساسي بوزارة الداخلية وتوظيفها لمآرب شخصية كما حذر سعيد من أي محاولة احتكار أو مضاربة بقوت التونسيين وخلال اجتماعه مع الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غر سلاوي أعرب سعيد عن ثقته في تصدي وزير الداخلية بكل قوة لكل من يحاول التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية مشددا على ضرورة الكف عن العبث بالدولة ما زلنا في الشأن التونسي حيث بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية رمضان لعمامر مع نظره التونسي عثمان الجراندي آلية توحيد الجهود المشتركة ذلك من أجل توضيدي دعائم الأمن والاستقرار استعرض العمامر خلال اتصال هاتفي مع الجراندي التطورات الأخيرة في المنطقة بالإضافة لبحث القضايا والأمور ذات الاهتمام المشترك موضحا أن ذلك يأتي تكريسا للتنسيق والتشاور المستمر والمتبادل بين الجزائر وتونس ترجمة نانسي قنقر